نهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي هنعمل الاشتراك شات جي بي تي بعد التحديثات الاخيرة هنمشي الخطوات مع بعض ان شاء الله مش هندفع اي حاجة خالص الموضوع سالس وبسيط فبسم الله نكتبه مع بعض الشرح كده اول حاجة انت بتبقى فتح متصفح بتاعك تمام هنستخدم عندنا تمب ميل وبعد كده هنقدر نحط الاشتراك بتاعنا على اليوزر بتاعنا بشكل طبيعي جدا فاول حاجة هنفتح اي موقع تمب ميل مسلا مسلا نقول ميل وهنفتح موقع احنا كده مغير في بي ان مغير اي حاجة خالص تمام طبعا احنا هنعمل ساين اوب كنا احنا شرحنا قبل كده بس في ناس بتاع توقف مع الطريقة دي فهنبتدين نشرح من اول وجه تانيا بعد كده هناخد هناخد الميل التامب اللي احنا شغالين به وطبعا لو انت عندك ايميل تمام غير جيميل استخدمه هيبقى مميز جدا بصراحة انت طبعا انت عندك هنا انت بيبقى معك جروب كامل انت معك خمس دعوات فتقدر تستفيد بيه لو انت مسلا بتشاركي حد من صحابك او حاجة فطبعا هيفرق معك الدعوة نفسها بعد كده هنكتب الباسورد بتاعاتنا واعمل كده خلاص صيب هيبعت لها الكود على الميل هنفتح الميل وهناخد الكود التفعيل وهندوس كنتينيو وهنكتب الاسم اي اسم يعجبك مسلا احمد مسلا اي حاجة اي تاريخ ميلاد انت عايزه هو كده المفروض ان هو كده الناشئ معنا خلاص الاكاونت بتاعنا هننتظر بس عليه بعد كده هندوس على اسكيب بعد كده كنتينيو طبعا انت عندك هنا حاجة اسمها اوبجريد فور فري طبعا انت عندك هنا الاصدار اللي هو البزنس تمام هتلاقيه صفر اللي ده بتستعمل من موضة شهر وفيه في بعض الدول بيديك البلاس مجاني مش البزنس يعني او بتستعمل مثلا زي استراليا كوريا الدول دي كلها هتلاقي عندك هو البلاس هو الصفر فالطريقة هتمشي على ده وعلى ده فانت اي حاجة فيهم شغالة معك بس طبعا البزنس بصراحة مميز جدا جدا في كل حاجة موجودة مش هتحس باي فرق خالص بعد كده هنقول له طبعا هو هنا بيطلع لك ان انت هو هنا شغال على خمسة يوزر انت معك خمسة يوزر موجودين تمام فانت كده ولا كده مش فارق معك حاجة اكتر من كده هينزل عليك فلوس زيادة فانت معك خمسة يوزر اقل من الخمسة يوزر خمسة يوزر هو نفس الفكرة كلها بعد كده هتقول له continue هنتظر بس عليه بعد كده هتحط البيانات بتاعتك كلها البيانات بتاعت الكارت بتاعك وانا بيستخدم اللي شغال به بالنسبة لمصر اللي هو تل ده ما اخدش مني اي فلوس خالص يعني اللي هنفعل بيه مثلا هندخل اللي هو في ثلاث شهور اربع شهور ما عندش اي مشكلة معاه خالص فها سجل البيانات خمسة 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 طبعا انت لو استدمت كرت بانكي بتاعك مفهوش اي مشكلة خالص وقبل الشهر هتلغي التفعيل ان هو يقبل الضفع يعني خليني بعد كده نعمل نسابسكرايب ونجرب كده مع بعض طبعا هو هيجيله دلوقتي تأكيد بالبيانات بتاعتي طبعا هو جالي دلوقتي الكل بتاع التفعيل انتظر بس لغاية ما يأكد معنا طبعا في ناس ممكن ما يطلع لكش كلمة الاوفر اللي هي كتزاهر عندنا فوق فساعتها هتستخدم ال VBN بس المغزونش هتحتاجه طبعا هو خلص قبل معنا الدفع اللي وصينا معنا الدفع خلصت قبلت طبعا انت كده تقدر تستخدم كل مميزات شات جي بي تي انا شايف الطريقة دي افضل من الطريقة بتاعه اللي هي الدراسية والمدرس انا شايفه بصراحة ممتازة انت كده ولا كده معك اشتراك شهري انا دي كده رابع مرة اكدد بنفس الكارت والكارت ده على فكرة يعطينا فوقش رصيدي انا بستخدمه بس الاكتيفاشن مش بستخدمه في حاجة تانية اه مثلا الجروب مثلا خليني عشان ممكن استخدم الاكاونت ده مثلا كده هو خلص معايا تمام تمام خلينا انتظر بس لغت ما يحمل طبعا انت بنسبالك كده اول ما هنخلص دلوقتي ممكن تخش على وتعمل تلغ الكارت الموجود تمام الموضوع هيبه معك بسيط وسالس خلينا نفتح ايه جبتين غالبا انا عندي حاجة هنا نفتح تاني طبعا زي ما احنا شايفين طبعا هو خلاص الدانيال على اصدار موجود طبعا البيزنس كده الاكاونت معي شغال هنخش دلوقتي وهنروح للسيتنج تمام وبعد كده ثانية واحدة الاكاونت سيكوريتي انا عايز بس اجيب معاكم الدفع وبعد كده مبتقي باديها تمام انت طبعا بتخش على على بعد شات جي بي دوت كوم هتعمل سلاش هتكتب ادمن هفتح لك الصفحة بتاعتك دي بالنسبة للناس اللي ايه لو استخدمت الكارت وفيه فلوس او قلقان او خايف فده هيبقى افضل حل بعد كده بنروح هنا على الدفع بالنسبة لنا طبعا هو بيقولي لو بعد التاريخ ده هيخصم الالف ربعمائة وخمسين وبيقول لك انت بتستخدم كل المميزات اللي انت عايزة كل حاجة خاصة بالدفع بتاعك هتدوس هنا على مانش بلان وهتدوس كانسل سبسكرايب تمام هيقولك دلوقتي الايميل بتاعك هنحط الايميل بتاعنا اهو ده اللي احنا فعلنا به طبعا هو كده هيكانسل بس هيفضل شغال معك لغاية تاريخ واحد وثلاثين واحد الفين ستة وعشرين يعني هو كده مش يخصم مني حاجة لو خدنا بقنا هيقولك ان الورك سبيس بتاعتي هتفضل شغالة لغاية التاريخ ده وبعد كده هيتلغي خالص كده احنا مش دفعين حاجة خالص كده احنا امننا الدنيا عندنا مش هتلاقي في فاتورة نزلي لك لو انت هتستخدم كارت في فلوس تمام يعني انا جربت صراحة ردود بي ما مشتغلتش معي يعني هو اللي اشتغل معي الحساب البنك الاساسي الطبيعي وتلدا اشتغل معي معرفش بقى في الدول يعني غير مصر مثلا ايه اللي هاقبل او ايه اللي مش هاقبل بصراحة مش عارف فانا قلت بس اشاركو الموضوع كله تمام هي زي ما احنا شايفين الموضوع سالس جدا وسهل كان في ناس مش شغالة معاها والحمد لله هي تشتغل معانا بالشكل ده بس فلو اي حد عنده اي استفسار او عنده مشكلة او ان هي ما تفعليتش معاها او اي حاجة ابعتوه لي اكتبليه في كومنتات متنسوش السراك والشير وشجعونا كده يا جماعة شكرا جدا ساماريكو